مرض الضغط مرض الضغط بناءً على الأبحاثات وبناءً على الكشف على المريض وجد الطبيب إن المريض ده محتاج علاج دوائي يبقى لابد إنه هو يستخدم علاج الدوائي يتابع مع الدكتور بتاعه لتصبيت الضغط النقصة مهمة جداً الغذاء الغذاء في المنتهى الأهمية لابد إنه يبقى الملح قليل الأكل وبنصح بعدم استخدام المخليلات أو يرش ملح أثناء الأكل إنه فيه علاقة مباشرة في بعض مرض الضغط ما بين ارتفاع ضغط الدم والملح زي في الطعام فلابد مراعب هذا نمرأ اتنين الوزن مهم جداً الوزن ولوها علاقة بالضغط كل كيلو جرام من الوزن بينزل بيساعدني لتصبيت الضغط يعني كويس جداً بحيث إن لو رياضة نقص وزن تقليل الملح في الأكل استخدام الغذاء الصحي كل ده ممكن يغني المريض عن استخدام دوائي وممكن يغني عن استخدام دوائين إلى دواء واحد فمهم جداً اتباع يعني زي بقول النظام الصحي الرياضي دي دي نقطة مهمة النقطة الثانية المهمة إن طالما إن فيه ضغط ثابت وطالما إن الطبيب قرر إعطاء دواء عن طريق الفم من المريض يبقى لابد نلتسم بالعلاج الدوائي نتابع الضغط ولو الضغط الضبط لابد نستمرية على علاج الضغط لابد نداء علاج مدى الحياة مدى الحياة ممكن في أوقات معينة من استخدام دوائين ثلاثة ممكن في أوقات ممكن أنزل دواء واحد ولكن المبدأ إن ما نوقفش العلاج من نفسنا لإن توقيف علاج الضغط فيه خطورة وأنا بقول دايما إن أنت أول ما تأخذ علاج الضغط تزبط ضغطك تقدر تحمي المخ القلب الكلام وطبعا بدعو الجميع بالشفاء وإنزانا بنقول الوقاية خير من العلاج وشكرا